مهما طال امد الطعن والتشكيك بنزاهة الانتخابات الاميركية الا ان كل المؤشرات تؤكد ان جو بايدن في طريقه نحو البيت الابيض ليمارس مهمه كرئيس للولايات المتحدة الاميركية العشرون من يناير كانون الثاني المقبل سيكون الشاهد ففيه سيؤدي بايدن اليمين الدستورية وسيدخل البيت الابيض في نفس الوقت الذي سيغادر منه دونالد ترامب ملفات كثيرة تنتظر الرئيس بايدن اغلبها بحسب مراقبين هي السبب الجدل الدائر بين وجهتي نظر الحزبين الاميركيين المثير من بين هذه الملفات تلك التي تمثل العودة الى مساراتها التي اوقفها او خرج عنها الرئيس دونالد ترامب والتي نجزها فيما يلي العودة الى استراتيجية الرئيس الاميركي الاسبق الديمقراطي اوباما والتي يطلق عليها مفهوم اوباما كير العودة الى منظمة الصحة العالمية التي سبق وخرجت منها اميركا بقرار من دونالد ترامب اثر خلافات وتهم لها ارتباط مباشر بفيروس كوفيد تسعة عشر العودة الى اتفاقية المناخ العالمي العودة الى الاتفاق النووي مع ايران في حين لدى بايدن اسلوبه كسابقه من الرؤساء الديمقراطيين فيما يخص ملفات عدة ذات اهمية قصوى لدى الادارة الاميركية الديمقراطية كملف المهاجرين وملف العلاقات الدولية والبطالة وتحسين الواقع المعيشي للاميركيين ولا ننسى الملف الابرز الذي يضعه بايدن على السلم اولويات ادارته الا وهو ملف ادارة ازمة كورونا هذه ملفات مهمة تضاف الى الملفات التي تمثل مسارات ثابتة لا جدال حولها لدى الادارة الاميركية ايا كان الرئيس الذي يحكمها والتي تمثل الخطوط العريضة والحمراء للسياسة الاميركية